في سوريا خيار التدويل عاد ليطرح جديا بعد فشل المبادرات في وقف إراقة الدماء الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي قرر التوجه إلى مجلس الأمن برفقة رئيس الوزراء القطر حمد بن جاسم ليطلبا لاثنين المقبل مصادقة أعضاء المجلس على المبادرة الجديدة في هذا الوقت أكدت القارجية الروسية بأنها سوف تواصل التسويق لمشروع قرارها في مجلس الأمن روسيا تقدمت بمسودة مشروع إلى مجلس الأمن آخذة بعين الاعتبار تعديلات طالبت بها الدول الغربية التطورات السياسية والمساعد ديبلوماسية البطيئة لا تترافق مع سرعة التطورات الميدانية فإذا الوقع المأساوي أكدت جونيف أن وطيرة العنف جعلت متعذيرة مواصلة إحصاء القتل في سوريا وهو أمر تطرق له الأمين العام للأمم المتحدة بن كيمون حين دعا إلى وقف فوري للعنف الاتهامات والمخاوف في المستقبل سوريا تتزايد وأخيرها للنائب السابق للرئيس السوري عبد الحليم خدام الذي تهم الأسد في مقابلة مع لوفيجارول فرنسية اتهمه بمحاولة تطبيق خطة لتقسيم البلاد عبر حشد أسلحته في المناطق العلوية في المقابل اتهمت صحيفة تشرين سوريا البلدان العربية وعلى رأسها قطر والسعودية بعرقلة الحل الداخلي للأزمة والتورط بعملية القتل والارتباط بمشاريع أمريكية بذلك يبقى الانتظار لمعرفة ما سينجم عن الحراك العربي الغربي في الأمم المتحدة الأسبوع المقبل ترجمة نانسي قنقر